قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية وهؤلاء يدخلون في الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وليس الأمر كذلك ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنهم يصلون ناراً حامية وذكر من حال هذه النار قال تسقى من عين آنية أي هذه الوجوه هؤلاء الناس تسقى من عين آنية آنية أي بلغ حرها شدته وبلغت درجة الغليان تسقى من عين آنية